نرى الآن الاختطافات أصبحت ممنهجة منظمة يعني قطاع طرق حرابة كل يوم نسمع حوالي الجديدة ولا نجد أثرا لأي تتبع لا من نايب عام ولا من وزع الداخلية ولا من مدرية أمن ولا من مسؤولين كلهم في سبات عميق لا يتكلمون عن شيء كأن شيء لم يكن الناس في شدة أنت يا مسؤول يا أيها المسؤول في الأمن مسؤول في الحكومة مسؤول في كذا افترض أن هذا الذي أخذ من الطريق هو ابنك هو ابنتك هو زوجتك كيف تعمل كيف تصنع ألا تحس ألا تشعر بمأساة الناس وما يعانونه كيف تسكتون على هذا كيف ترضونه لا نجد شيئا أبدا يتحرك ولا يعمل أي محاولات عملية الاختطاف هي تحصل الآن على نفس المنهج الذي مرت به بنغازي في سنة 2014 و2015 مئات الجرائم كلها ضد مجهول ما نراه الآن في طرابلس ويطبق نفس الشيء على أهل طرابلس وبدأت كلها جنايات واختطاف وقاتل كله ضد مجهول كل يوم تسمع ومما يشعر بأنه منهج أنهم يختطفون الناس المجاهدين والناس الثوار المخلصين أصحاب الجبهات والعلماء والشيوخ الشيخ نادر الآن أكثر من شهر خلاص ما في حد يتكلم عن ما سمعنا لا من نائب العام ولا من الداخلية ولا من أي حد من المسؤولين تكلم عن هذا الحاجة كأنه انتهى يعني كيف هذا أليس هذا تفريط في وطنكم أليس هذا تفريط في بلادكم وكل ما يحل بجارك ولا بغيرك ولا من ناس الآخرين توقع يوم اليمن أنه سيحل هذا جانب المسؤولية مسؤولية النخة ومسؤولية المسؤولين